طيب النهاردة المؤتمر الصحفي للمباراة رينيفايلر المدير الفني للأهلي اللي بيقود الفريق هذا الموسم في طموح كبير وبنتائج مبهرة جداً هنيجي على تفاصيل كتير مهمة فيها قال إن احنا بنسعى لتحقيق الفوز هنلعب بهدف الفوز وده الاستراتيجية الدائمة لنا أو الهدف الاستراتيجي الدائم لنا في كل مبارياتنا أنا بتعامل مع كل مباراة على حدة بفصل بين كل مباراة عن ما سبقها من مباريات الأهلي في الفترة الحالية عنده تركيز كامل على البطولة الأفريقية بيحترم النجم الساحلي كمنافس كبير قال إن أنا عندي جهزية تمة للعيبة من الناحية الزهنية والفنية لخوض المباراة بمنتهى القوة وبهدف الفوز ده جانب من المؤتمر اللي عقد النهاردة كابتن حسام عشور كابتن الفريق كان حضر المؤتمر قال إن احنا بنسعى للفوز لقطع خطوة مهمة في مشوار البطولة والتعبير عن وجود الأهلي بقوة في المجموعة وقال في حالة تركيز شديدة من اللعيبة لتحقيق هذا الهدف قال إنه الفوز غدا إن شاء الله ثم الفوز على الهلال السوداني في الجولة التانية في القاهرة من شأنه وضعنا في صدارة المجموعة مبكرا والسعي بقوة نحو الأدوار القادمة وده التركيز أو الهدف اللي احنا بنركز عليه قال إن الجهاز الفني قادر على التعامل مع ضغط المباريات رغم ضيق الوقت من خلال البرامج الاستشفائية للعيبة وقال إن السويسري ريني فايلر مدرب كبير بيد اللعيبة الثقة الكاملة في كل هذه المناسبات القوية